السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم يا رب تكونوا بخير دايما أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة برضو معانا المنظر بتاعنا النهاردة منظر من المناظر السهلة البسيطة هنخلصه في وقت قصير والنتيجة برضو ممتازة نلاحظ مع بعض ونشوف الخطوات من البداية للنهاية لعل في ذلك الفيدة إن شاء الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إنشيته سهلة لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم حتى السحابة حددت مكانها وبيت في ساحة خضرة وسعة الساحات الخضرة الوسعة المساحات الفاضية عامة فيها هدوء للنفس في الواقع وبرضو فيها هدوء للنفس حتى لو في لوحة زي دي زي اللي معانا دي من اللوحات اللي بتدي طاقة إيجابية المساحات الفاضية ومساحات الخضرة الوسعة شوف تحددنا مكان البيت أهوت مع بعض وإذا الطريق الطريق رائع لو تلاحظ واسع من يمنا لأن نظرتنا دي أفقية أما لما لف الطريق وبجت النظرة بعدية هنلاقي الطريق أصبح ضايق جدا والكلام ده هنشوفه وإحنا بنحط ألواننا بعد ما ند الخطوط هي مرحلة الخطوط اللي احنا بنعملها دي مرحلة مهمة جدا وحشو الألوان سدجوني سهل حشو الألوان بمجرد أن تشوف حد بيحشي قدامك مرة واثنين الموضوع سهل لكن الموهبة الحقيقية في وضع هذه الخطوط المبدئية اللي احنا عملنا دي المنظر اكتمل اهو ده المرحلة الأخطر والأهم على الإطلاق وضع الخطوط وتحديد المساحات بعد ما حددنا المساحات نبدأ نملة المساحات اللي احنا حددناها وبنملة دايما بالإيه بالفرشة الكبيرة في مبدئيا علشان ننهي العمل لو انت بدأت بالفرشة الصغيرة في المساحات الكبيرة دي هتاخد وقت كبير منك ودمج الألوان مش هيكون كمان بغي وهتشعر بنعم الإحباط يعني إنما الفرشة الكبيرة بتملم ساحات بسرعة وزي ما تعودنا مع بعض بالفرشة الصغيرة نبدأ نحط الأماكن الدقيقة والأماكن الصغيرة بالفرشة الصغيرة علشان نعرف نتحكم فيها كويس عملنا أول كتلة سحاب كبيرة هي وعملنا فيها يعني طبعا السحابة دي دخانة كتلة من الدخان تقريبا المحمل بالمياه يعني بتاخد شكل الدخان فبيكون فيها حتة فتحة وحتة غامجة والفاتح دايماً بيكون القريب من مصدر الدو وإحنا أضوأنا من على أضوأنا النهاردة من على الشميل وأدى السحابة لتحت وكل ما بننزل لتحت كل ما بيبقى فيه إضاءة وحرارة وإضاءة وحرارة يعني ألوان البرتقاليات السيمون وكل ما بتعادنا عن مصدر مصدر الدو بيكون فيه يعني ظل والظل يعني اللون الرصاصي يعني اللون الموف يعني اللبنيات وهكذا حددنا المساحات المبدئية بتاعت السحبهية وطبعاً الألوان طرية لسه علشان تفتح حتة معينة للحتة اللي باينها من السماء فالموضوع صعب فبنسيب الجزئية دي جزئية السحابة وهنردلها تاني ونبدأ في جزئية تانية بالفرشة الكبيرة برضه وبند الألوان المبدئية بالفرشة الكبيرة مالينا المساحات الخضرة بسرعة ازاي لون اللي معنا ده أصفر وأزرق وأحمر وفتحناه شوية بالأبيض ماشي بس بنسب ضعيفة أكتر حاجة الأصفر شعره خفقه اسم الأزرق بيجلبه أخدر وبالأحمر عشان يديك اللون اللي هو إيه اللي قدامنا ده عشان ما يديكش الأخدر اللي هو الفاقع أو عزنه الأخدر اللي هو ميل للزيت ده جميل والطريق بتاعنا بدمج ألوان سريعة ويعني احنا عايزينه رصاصي ولكن كل ما رحنا اليم هناك اليم الإضاءة بياخد اللون اللي فيه الحرارة في اليم البرتقاليات والأحمرات هكذا وفي بعض المساحات في الأرض وفي بعض المساحات في الأرض بتاعتنا بين ما فيهاش النجيلة بتاعت الأرضية برضو ظهرناها مبدئيا بالفرشة الكبيرة وقادة البيت شفت البيت بيخلص بسرعة إزاي طالما متخطط يحشي ألوانك بسرعة فاتح وغامج غامج في الأماكن العميقة والبعيدة عن الضوء واليم الضوء بينفتح شوية بيطلع معاك البيت بسرعة وبضربات سريعة كده للأبواب والشابيك هتبانها زي ما هتشوف البيت ما إش هيخد معنا وقت خالص السكف فيه سكف البيت وفيه سكف ملحج ماي اللي تحت زي براجول لجدام البيت كده أو على جنب البيت هنشوفها أهوة أنا بعمل فيها حاليا إدت الزل وباخد من فوق وأنا نزل تحت طبعا فوق ده في العمق بعيد عن الضوء واخد الزل هنا وهنا أهوة في الحروف اللي هي تحت التندات بتاعت البيت هكذا وبعض الخطوط العرضية وبعض الخطوط الطولية كأنه بيت من الخشب يعني دي الجزئية دي خطوط رأسية والجزئية دي خطوط عرضية تبدو من بعيد كأنها خشب وبننتهي منها عشان نحط الببان والشابيك ولكن نملة الجزئية اللي كانت فضلة دي كنا نسيناها في الخلفية جزئية من السماء وجزئية من الكتلة الخضرية هذه الكتلة الخضرية كملناها بالشكل ده هوت وطبعا الأخضر بعيد عاملينه باللون الفاتح لأنه بعيد طباب ونبدأ ندل لساعات الضوئية البعيدة ولكن طبعا الألوان هي طرية كده مش هتقبل معانا مش هتفتح أبدا هتفضل تحط أبيض وتفضل برضو ومش فتحة ولكن بنسيب الجزئية تشد شوية ونشوف عنصر تاني ونرجع لأنه حط الفاتح هيقبل معانا بعدما الألوان تشد طبعا اللسان الخضر البعيد من يم الإضاءة والأجزاء القريبة من الشمس ندلها حرارة شوية ونطلع على السحابة ندلها ملامحة حرارة شوية من تحت من يم الشمس ولكن ندل الغامج الأول باللون الموف لأن المنظر بتاعنا قبل الغروب شوية السحابة والأجواء بتتحول للألوان الموف والألوان البرتقالية وتاخد من تحت كده بعض الدربات بعض الكتل السحابة بعض الكتل ظهرت أو خادت إضاءة الشمس من تحت كده فبندلها الإضاءة زي ما احنا شايفين كده وبين السحب وبعضها في أجزاء دقيقة من السماء بين مضيئة فبند نديها بالوضع اللي احنا شايفينه ده هكذا علشان نسيب السماء وننتقل للأرض ندي لها بعض الملامح برضو نسيب السماء دلوقت وقادي الأرض بنعمل جسور ظل بين الكتل الخضرية والطريق وندمج الجسور دي وبرضو الطريق عمل جرر كده فيه وفيه أماكن فيها نباتات بين العجلات وبعضها بين مدجات المشي وبعضها بندي تأسيس للخضرة ولسه هنرجع لها تاني السيور اللي احنا أسيبناها دي أنا لجعلها تاني ولكن بنتوف على العناصر وندي ملامحها هذا البيت عملنا الشابابيك بتاعته بسرعة بدربتها هي والأبواب البيت بعيد ما فيش ملامح مفصلة بين وندي العمدان بتاعة التند اللي جدام دي برضو هي بانت البراجول بتاعتنا أو الرفرفة بتاعتنا بتاعت البيت علشان يعني نسيب العنصر ده ونرجع ندي الطريق تاني السيور النباتية اللي في الطريق مكان جرة المشي هذا جسر هو بالفرشة تانية وندي هكذا كأنها نباتات طلعة ومدجات ونضيء في الطريق تاني هيظهر معنا ساعة ما بنضيء كأن الطريق فعلا ماشي بين الزروع وكأن الزروع دي يعني في بعض أجزاء الطريق زي ما احنا شايفين كده وقادة الإضاءة هين ومحافظين على الزلال اللي هي جنب الزروع يمين وشمال بدأ الطريق للنظر كأنه يعني لتحت شوية والزروع ظهر من يمين والشمال ومن وسط شفت الطريق ظهر ازاي بالطريقة دي وتلاحظ أن الطريق في الجزئية اللي فيها الفرشة حاليا دي ضيق في المنعطف الطريق أصبح ضيق جدا يكاد يكون ما فيش طريق أصلا ليه لأن نظرتنا للجزئية دي بعدية والنظرات وأنواعها موجودة الدرس نرجع له مهم جدا حافظ على الطريق وبان الطريق كأنه رايح ما بنش الطريق مجلوب منك أو مميل يمين وشمال لأن أنت محافظ على النظرات النظرة الأفقية اللي هو الطريق من أقرب جزئية من الطريق أنت نظرتك لها أفقية لما نعطف الطريق أصبحت النظرة للجزئية ونضرب عليها بالفاتح فبتبان الخضرة والأعشاب النشفة والأعشاب الخضرة نشفة باللون البرتقالي والخضرة باللون الأخضر فيمتزج دامع دا فبيديك الواقعية اللي احنا شايفنا دي ولسه طبعا هنحط ملامح الخضرة والجرة اللي ماشية دي بفرشة الفيعة هم لأن بعدنا بناخد الفرشة المناسبة لكل مساحة والآخر خالص هنضرب ضربات فتحة باللون الأخضر فهتبان كأنها أوراق وواقعية فعلا وتحتها الزلال وده بعض الشجيرات القريبة شوية عن الحزام البعيد وتلاحظ ان الضربات معمولة على شكل هرمي كل ما ارتفعنا الفوج كل ما ضيقنا الأغصان شيئا فشيئا تلاحظ ان أنا بحطها عبارة عن أغصان أغصان فوج أغصان وزي ما قلنا بشكل هرمي ولكن هرمي عشوائي بالأغصان مش هرمي يعني مسلسي بشكل هندسي لا هرمي يعني ضيق من الأعلى متسع من الأسفل شفت بنتسع كل ما بننزل نتسع شوية يمين وشمال وعلى شكل أغصان برضو تحت شوية نتسع أكتر هكذا تسعت أكتر ههه وبعض الأغصان اللي نزلة من تحت كده أوراق عشوائية وفروع عشوائية يمين وشمال الشمال نفس الفلسفة ونفس الكلام لاحظ معايا وشوف موسيقى موسيقى وشمال للتسع وشمال ient اشجاج عشاء ما من ıyorlar موسيقى وعلى كل وعلى قمة كل غصن بندي لون فاتح شوية أخدر حاضر شوية أفتح شوية علشان يبان التداخل التداخل الأغصان وده مرتفعا ده وفي أعماق وتداخل بالضوء والزل زي ما يدفع وحتى قمم النباتات الصغيرة اللي تحت دي أهي بندي برضو القمم بلون فاتح فيبان فعلا في الزل تحت هوت وفيه نباتات متبينة وهكذا وهكذا ينتهي المنظر بتاعنا وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد ومعلومات جديدة وأجواء جديدة لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته